التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي مع وزير الدفاع الهندي الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام تناول اللقاء منقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء مجالات تعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بسيد راجنا الثينج وزير الدفاع بجمهورية الهند والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والهندية وأعرب القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية والهندية في مختلف المجالات العسكرية مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية لكل البلدين الصادقين من جانبه أعرب وزير دفاع جمهورية الهند عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي متمنيا أن تشهد المرحلة القادمة دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكري لكل البلدين كما وقع السادة وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري تضمنت أهم الأنشطة التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعمها خلال المرحلة المقبلة حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والهندية والسفير والملحق العسكري الهندي بالقاهرة